بمناسبة الفصح المجيد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم والدكتور همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي يزورا عددا من الكنائس في مدينة دمشق ويهنئون بعيد الفصح المجيد المحافظ زار بطرياركية الروم الأرثوذوكس الكنيسة المريمية والتقى المطران أفرام معلولي الوكيل البطرياركي في الكنيسة المحافظ زار أيضا بطرياركية الروم الكاثوليك الملكيين كنيسة الزيتون والتقى البطرياركي جريغوريوس الثالث لحام بطرياركو أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك الملكيين وهنأ البطرياركا الذي تمنى أن يكون العيد بشرى الخير والسلام على سوريا بطرياركية السريان الأرثوذوكس كانت ضمن الزيارات أيضا حيث التقى البطرياركا مارغناطيوس أفرام الثاني بطرياركا أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس كل عام أنتوا بخير وسوريا بألف خير ونحن جايين لهون هلأ بأعياد نيسان وعياد الفصاح وأول شي بنترحم أرواح الشهداء اللي راحوا ضحايا بهالحرب اللي عن تعرض إلى بلدنا ولكن نحن منقول للعالم كله نحن هون كلنا شعب واحد وبإذن الله رح تعود سوريا كما كانت كل سنة وكل عيد سوريا بألف خير اليوم شفنا البهجة على وجوه الأطفال واحتفلوا بهالعيد لكن أيضا حسينك لنا بغصة كبيرة بقلوبنا بسبب الأطفال سقطوا ضحايا مبارحة من أهلنا بالكفرية والفوعة هالبلد هذا محتاج أن نكون مع بعض عيد وحدة ونعيد بنا هالبلد بعد ما نتخلص من هالإرهاب زيارة تأتي في إطار التأكيد أن كل السوريين يد واحدة في مواجهة الإرهابيين الغزاة الذين يسقطون كل يوم أمام ضرابات رجال الجيش العربي السوري وانتصاراته